عقدت اللجنة الإدارية لمكتب الرجاء المسيحي بعمان اجتماعاً لبحث خطة عمل جديدة لهذا العام واعتماد ميزانية خاصة لبرامج المكتب التي تتركز على دعم الطالب المحتاج في المرحلتين الإلزامية والثانوية واحتياجات النزلاء في مراكز الإصلاح وفي ختام الاجتماع التقى أعضاء اللجنة سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن حيث تم إطلاع سيادته على آلية عمل المكتب وخططه المستقبلية وتتركز أهداف مكتب الرجاء المسيحي الذي يعد واحداً من الأذرع المساعدة والداعمة للكنيسة المحلية على تقديم المعونة المادية والمعنوية للإحتياجات التعليمية والإنسانية والاجتماعية والروحية في الكنيسة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة